رح نترافق بجولة عبر التاريخ ونضبط مؤشر الزمن على رمضان بالماضي وتحديداً بمدينة دمشق ونتعرف على أهم وسائل الإعلام اللي كانت متبعة للإعلان عن الشهر الفضيل والذاكرة رمضانية اللي شكلتها إذاعة دمشق مع خبير إدارة المواقع التراثية والأسرية عبد الرزاق الحمسي صباحك؟ كل سنوة تسالم تسالمين صباح الخير ورمضان كل رمضان وسوريا منتصرة إن شاء الله آمين يا رو أكيد بداية خلينا نحكي عن الوسائل اللي كانت متبعة قديماً للإعلان عن شهر رمضان خلينا نحكي عن حكاية أول مدفع إذا بتسمحي لي قبل أول مدفع شي دقيقة بس نحكي كمان الصيام بالحضارة السورية الأديمة الصيام بالحضارات السورية الأديمة بدأ من 3000 سنة قبل الميلاد بماري وبإبلة حتى إبراهيم عليه السلام وقت كان بيقور بالعراق طلب الصيام من المؤمنين واستمر حتى بالممالك الآرامية مملكة حمى ومملكة دمشق ومملكة حلب الآرامية بالألف الأول ميلاد كان فيه صيام لحتى إجا ديانة المحبة ديانة المسيح كمان فرضوا نوع من الصيام بفترة الربيع وصيام دين المحبة كان كتير جميل بالربيع أنه الماشية بتكون طفل صغير حرام فرضوا الصيام وكانوا يتبرعوا بالمبالغ اللي يوفروها من أكل اللحمة للجمعيات الخيرية بعدين إجا الإسلام كمان طلب من المسلمين الصيام بصورة البقرة قوله تعالى يا أيها الذين أهمت كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم فنزين من قبلكم لعلكم تتقون واستمر الصيام أما عن دمشق وأعلان الصيام في دمشق كان من دمشق يعلن الصيام من مأزنة العروس بالجامعة الأموية كان ينتظروا الناس مأزنة العروس كانت أبرز مكان في دمشق قبل ما يعمروا دمشق الحديثة كان يعلن الصيام منها بعدين كمان أهل دمشق ابتدعوا فكرة المدفع 1742 أول ما استخدم مدفع لإثبات شهر رمضان هي دمشق وكان مدفع موجود بالقلعة وقت الاحتلال الفرنسي نقلوا المدفع حطوه بنح بقاسيون عند قبة السيار والمدفع انتشر بعدين ب17 تقريبا ساحة أو حديقة بدمشق مننا ساحة الأشمار حديقة المدفع بتعرفوها بأبرماني سميت حديقة المدفع كان فيها مدفع رمضان وانتشر بكل النحاء دمشق المدفع رسمي كان تقريبا قبل الحرب بعشر سنوات صاروا يستخدموا عبوة كرتونية صوتية يعني مشان إثبات الشهاد هذا تاريخ مدفع رمضان بس شو كان يحصل بالأسواق لحظة إعلان المدفع هذا اللي بنا نحكي عنه يعني أجواء الأسواق التاريخية وخصوصا الأسواق الرمضانية الموجودة بالمحيط مجد الأموي إذا بنحكي عنه طبعا هلأ المدن السورية أغلبها كانت أسواق دمشق وحلب وتدمر وطرطوس كانوا هدول الأربع مدن من الألف لأول قبل ميلادي تاريخ اليوم هي أسواق وخاصة دمشق الجامع الأموي محيطه كان معبد بعدين صار معبد سوري بعدين معبد روماني بعدين كنيسة دائما هالأسواق كانت وقف للجامع والمعبد والكنيسة يعني مو بسوء الحمدية مو من 150 سنة لا هذا قديم عمره 3000 سنة هالمناطق هاي كانت أسواق لحظة إعلان المدفع رمضان تكونوا مسكرين المحلات فجأة تفتح وكل رجال يحمل هالفانوس وروح ينطلق على الأسواق وتزهب دمشق كلها بالفونيس خاصة الأموي المعازن كلها خاصة مأزانة العروس كانت تزيين بأناديل مثل الفونيس اللي حطينا أنتوا هون تزيين أناديل زيت يكون هدوء فجأة وقت يعلن المدفع رمضان الكل بالليل ينطلقوا للأسواق منشان يتبضعوا الموني لرمضان كان فيه شغلة معتقد كتير مهم برمضان أنه لا يصح الصيام مع الخصومة خاصة مع الأهل لذلك القبل الكبير فوراً ينطلقوا للأسواق قبل الصيام يعني ليلة إثبات الرمضان ينطلقوا لهالأسواق وياخد مونة لأمو أول شي وإذا كان يعتقد أنه مزع على إيراضية ما يمضى العشرة الأول من رمضان إلا لكل الخصومة لازم تكون متهنية لأنه ما بيصح الصيام مع وجود الخصومة وبهالمناسبة أنا بقول أنه إن شاء الله هالمصالحات مستمرة وبقول الصلح أو المصالحة والمصالحة مع الوطن المصالحة مع الوطن ما نكبر رأس لأنه كان من زمان اللي بكبر رأس برمضان يرضخ للمصالحة ولا بقول أنه الإنسان اللي بيردخ للمصالحة هو قوي يعني العودة للحق قوة مو ضعف بالأبد أكيد ورجولة لذلك بدعي الناس كلها برمضان كفشر والعودة للحق ورمضان كتير كتير مهم أنه نرجع للحق نرجع ننفي الخصومة وخاصة أن نتصالح اللي مع أهله أول شي ومع وطنه لأنه كتير كتير سعيد أنا غطيت مستبع حمص الأديمة أعلامية مع أعلامين أجانب كنت شوف الشباب اللي كان يرضخ للمصالحة قديش وسعيد اللي أحمال نزلت عن ضغري واللي بدي روح شوف أمي وبدي شوف أهلي بدي شوف كذا يعني خرج خرج من هم كبير ورجع لذلك المصالحة برمضان ضرورية جدا وأنا بقول لا يصح رمضان ولا يصح الصيام بدون هالمصالحات ونعيش حياتنا ويرجع قديش هل الواحد بيكون نعيش بهالمتاهة وبهالحزن وبهالتاة متاهة فضيعة يرجع لعند أهله ويدوق أكلات أمه ويرجع لطولة أمه ويرجع للوطن يعني قديشها كانت جميلة وحلوة نرجع لجو رمضان هذا اللي كان رائع الأسواق كانت كثير جميلة وتستمر بس أول إثبات كانت تزهو بجو رائع جدا نعم رح نوجه هلأ الحديث والمؤشر عن نحو إذاعة الدمشق والذاكرة يلي شكلتها لدى السوريين لدى السوريين وأنا إلي شخصيا أنا نص ثقافتي كانت من إذاعة دمشق وخاصة برمضان كان رفيق الراديو برمضان وغيرها بس برمضان كانت كثير كثير بشكل إلي ولكتسول إذاعة دمشق تأسست ألف وتسعمائة وسبعة واربعين من وقتها كانت رفيق كل سوري كانت صديق ورفيق كل سوري خاصة برمضان كان فيه برامج خاصة جدا ما بقول إنه هادفة ما فيها رسائل مباشرة بس كان فيها أبداع فضيع أنا بتذكر رفيق إسباعي الله يرحم وصابر وصبرية تيسير السعدي وصبا المحمودي فهدك عيكاتي أبو فهمي هدو كل ياتن نحنا ربينا عليهم أنا جيلي ربي عليهم وتعلمنا منهم نحنا كنا نسمعون من أهالينا يعني أنا كبير مالي صغير ماشي لكم كنت أسمعون كتير واسمع رسائلون يعني نحنا هدول ربونا وثقفونا إذا عد دمشق كانت ترتقي لنسؤولية عالية وتقدم نوع من الثقافة كتير الراقية بس مو مباشرة يعني كان فيه رسائل فهدك عيكاتي كان فيه رسائل عم يقدمها بس مالا مباشرة وكل يوم بيختلف عن اليوم اللي قبله كان يقدموا دائما رسائل وغوارت طوشي بالذكر أنا كان فيه بيلو بالمسلسل الإزاعي ابن الطوشي عنده كنز الكنز هو كان عم يدعون اللي يحفروا قابار يحفروا ويتلاقوا كنز بس مشان يحفروا قابار ويطلعوا ماي ويزرعوا هذا كانت سنة 73 وتكملت بال74 إيشة حرب تشرين ورمضان دائما شهر الانتصارات انتصار حرب تشرين واحد منهم كتير وبتذكر المزيعين المزيعين اللي كانوا أنا كنت أتخيله شلون قاعد خلف الميكرافون هلأ وقت تسمعي غير وقت تشوفي حواسي بترتفع يعني كنا نصغي إلهم بشكل مطبيعي خاصة من بعد الأفطال لفترة السحور نصغيه كتير نصغيه كتير إلهم عادل خياطة ونجاة الجن فريال أحمد الله يرحمها مخلص الورار الله يطول بعمره علاء الدين أيوبي الله يرحمه هدول كلهم قامات كلهم تخرجوا بعدين مو بس هنين كان لبدين شهر عمستوه العالم ووطن عربي يكله فرصة بإزاعي دمشق إزاعي الراديو هذا الجميلة تماماً إحنا اليوم هيك مزينا الستوديو معنا بأقدم مايك يمكن من المايكات الأديمة معنا هلا هذا المالك الف تسعمية وسبعة وخمسين همم الإزاعي بعد الإزاعي هلا أنا حصلت عليه ما بعرف هو إزاعي دمشق أو غير إزاعي دمشق بس وقت حصلت عليه كنت أنا دائماً أتخيل وقت كنت أسمع الموزيع وطريقته طريقته كنت أتخيله كيف قاعد كيف عم يحكي كيف كذا الحواس كلها كانت ترتفع قديش كان يشدك قديش كان يشد لأنه بده جهد كبير هلا أنتوا جهدكم ما شاء الله حلو وعم حضوركم قوي بس بس الإزاعي بده جهد أكبر وكان يقدر يجزي بالناس تلفزيون وتأجي التلفزيون ما قدر ياخد لأنه كان في مسلسل واحد كل أسبوع حلقة كل أسبوع طناع ظل الراديو دقيباً لنهاية السبعينات قالوا ديروا وما زال هلا أنا بالنسبة إلي لحد الآن إزاعي دمشق هي الفئة عمري كانت وما زالت من وقت ما أنا حتى البس الصباحي اللي كان قبل استنى الإشارة طبعاً محمود محمد عبد الكريم أمير البزق اللي قبل البس تطلع هاي كتير بحبة هاي عزف والحان محمد عبد الكريم أمير البزق ما بنسى أبداً ما بنسى أبداً فترة السحور مع توفيق لمنجد هلا كان في كتير منجدين بس توفيق لمنجد رائع جداً خلق خصوصية يعني رائع جداً ضل أكتر من أربعين سنة هو هو وطبعاً بقيت فرقته بس هو كله شيء كتير كتير وعفكرة كان أنا بعرفه شخصياً عاش ومات هو يقول أنا هاوي ما كان أخده مهنة مادياً هو تاجر كبير ومعه أموال كتير كان بس كان هاوي وكان عم يقول من قلبه هاد سبب إبداعه كنا قبل سحور نفتح قبل ساعة ونص تقريباً بلش برنامج سحور كنا نفتتح معه وكتير كان يعني روحانية كلها إزاعة دمشق كانت رائعة ربت أجيال ربت أجيال وعلمتنا الانتماء إزاعة دمشق علمتنا الانتماء طبعاً يعني الانتماء يعني كانت تقدم حتى تاريخ سوريا كانت تقدمه بطريقة رائعة جداً يعني أنا مهتم بالتاريخ التاريخ كتير كان يعني حتى كان فيه ناس يطلعوا يقدموا تاريخ سوريا كتير كان فيه إحساس بالمسؤولية عالية جداً أنه كل معلومة تكون دقيقة وصحيحة وتقدم اللي عمره سبع سنين اللي عمره سبعين سنين يفهمها بطريقة بسيطة معلومات بسيطة وواضحة يعني كل الأشجال نحن أنا بقول إذا عدمشق علمتنا جيري علمتنا الانتماء لهالبلد الحلو يعني أستاذ عبد الرزاق نحن نشكر وجودك معنا ونشكر هذه الرحلة اللي أخذتنا فيها لذاكرة رمضانية السورية شكرا كتير لوجودك شكرا لكم وبرد بقول برمضان كفاشر أكيد أكيد يلي ما قاله ماضي يلي ما قاله حاضر ومتشكر حضورك معنا ووجودك ورمضان كريم رمضان كريم علينا وعلكم شكرا كتير